هنروح لخبر اخر يخص الاسكواش ومتابع للاعبنا مصطفى عسل واللي بلعب دلوقتي طبعا بطولة كناري وورف البطولة الاسكواش اللي بتلاعب في العاصمة الانجليزية لندن مصطفى عمل ايه؟ مصطفى فاز في دور الستاشر على بطل فرنسا وكانت نتيجة الاصوات اتنين صفر طبعا 11.5 11.3 كانت المباراة سهلة طبعا ده بطلنا مصطفى عسل طب مصطفى يلاعب من في دور التمانية برضو لعب فرنسي اخر اسمه باتوستي ماسوتي ده لعب فرنسي المفاجأة ان هذا اللعب الفرنسي اخرج مروان الشرباجي من البطولة يعني انت بتلاعب اخرجه من دور الكام من دور الستاشر يعني مروان الشرباجي احد طبعا اللعيبة الجمدين في الاسكواش خرج من البطولة من دور الستاشر مصطفى عسل هيلاعب اللي خرج مروان عسل الفرنسي طبعا ماسوتي طيب مهم جدا مصطفى يفوز بالبطولة دي اه مهم لأنه تعرفين المصطفى على صدارة الترتيب العالمي محتاج تجمع نقاط محسوبة بدقة كل بطولات بتخشها وكل event بتشارك فيه بتجمع نقاط معينة عشان تحافظ على التصدير على صدارة التصنيف طب بيفرم معك إيه في صدارة التصنيف في القرع بتتجنب 8 الأوائل في قرعتك في الأدوار التمهدية وده بيساعدك أكتر أن أنت متصطدمش بحد قوي في الأدوار الأولى 16 الدور 32 لما من دور التمانية زي دا بتخش على الأبطال ويتبقى الحقيقة الموضوع تقيل في السكواش عندك لعيبة كتيرة جدا في مصر كويسة وعندك أيضا لعيبة على مستوى العالم أيضا كويسة